ما الذي حصل فعلاً في السابع من أكتوبر؟ قبيل أيام من صدور تقرير هاريتس الذي أشار فيه إلى أن قتل الحفل الموسيقي نوفا قتلوا بنيران الأباتشي الإسرائيلية صدر تحقيق صحفي لماكس بلومنثل وهو صحفي أمريكي يقول فيه بأنه قام بجمع أدلة وتقارير من مصادر إسرائيلية وشهود عيان حول حقيقة ما جرى في السابع من أكتوبر ليس فقط في حفل النوفا وإنما في إيريتس وفي الكيبوت أو غلاف غزة فهل فعلاً قتل إسرائيليون بنيران إسرائيلية؟ الصحفي ماكس بلومنثل ينضم إلينا من واشنطن ليجيبنا على كل هذه الأسئلة ماكس بلومنثل شكراً على قبولك دعوتنا بداية روايات كثيرة خرجت في أعقاب السابع من أكتوبر روايات إسرائيلية على أساسها شنت إسرائيل حرباً عقبية ضد قطاع غزة ذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين أخبرنا بداية ما الذي جمعته من أدلة وتقارير في تحقيقك الصحفي الأخير واضح جداً أن مقتل حماس قاتلوا الناس وأخذوا رهائن في السابع من أكتوبر من أجل تأمين مفاوضات لإطلاق الآلاف من المحتجزين الفلسطينيين في سجون لكن إسرائيل ذهبت إلى أبعد ما هو موجود في الواقع وقامت بإبادة في غزة وفبركت العديد من الدعاءات عن اغتصابات وعن قتل للردع والأجنة من قبل مقاتل حماس وكذلك قطع رؤوس الأطفال الردع لا شيء من هذا حدث وهذا واضح جداً وحسب استقصائي الذي أكد بطرق عديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية نفسها هو أنه في فوضى السابع من أكتوبر وفي حال يائس من أجل أخذ المحتجزين قامت القوات الإسرائيلية باستخدام نفس القوة التناسبية التي رأيناها في غزة على مدنيها وقتلتهم وذلك جعلهم يقتلون في الأنفاق وعدد من الأماكن وشيء نفسه حدث في الحفل الموسيقي حيث قتلت إسرائيل بالمروحية وكذلك الدبابات مواطنين إسرائيليين وهذه فضيحة كبرى هل لديك معطيات بأنه كان في أوامر عسكرية مباشرة للضباط الذين كانوا متواجدين لإدارة ما جرى بإطلاق النار مباشرة من دون تمييز المدنيين الإسرائيليين عن مقاتل حماس نعم على سبيل المثال هناك إحداثيات أمنية في كيبوت سباري اسمها كيفالوسكابا وهي محددة وفق الأقمار الاصطناعية وكان هناك خط ساخن بين القوات الإسرائيلية وجاء الأمر للدبابات لإطلاق النار عليهم وهذا اقتباس من أحد المسؤولين في الكيبوت وقتل الكثيرون في هذا الكيبوت أكثر من مئة من الإسرائيليين وهؤلاء قتلوا وصاروا تحت الأنقاض كان هناك صور وكذلك صحف تحدثت عن عشر دبابات في تلك القرية الكيبوت وكذلك أشياء أخرى حدثت مقاتل حماس كانوا يحملون كلاشنيكوب وبعض الحالات بعض القذائف البسيطة التي لا يمكن أن تدمر بمنازل وتسويها بالأرض وبالتالي تلك المنازل في الكيبوت سويت بالأرض بالدبابات والإسرائيليون هم الذين فعلوا ذلك وإسرائيل في إعلامها دائما تتحدث عن ليال حاتروني وهذا الطفل قتل بدبابة إسرائيلية وفق شهادة امرأة إسرائيلية ياسمين بورا التي كانت في القرية وصفت كيف حدث ذلك وذلك في راديو إسرائيلي قالت إنها كانت في مسرح الجريمة وفجأة كان هناك قصف وقالت إن الجميع في مجموعتها من الذين احتجزوا قتلوا وكان ذلك من قبل قوات إسرائيلية عندما أطلقوا طلقتين على منزلها كذلك سمعنا أحد المسؤولين في معبر إيريز الذي كان قد استولى عليه مقاتل حماس وكان هو الذي أمر بإطلاق صاروخ على قاعدة إسرائيلية تخيلوا إسرائيل أطلقت صاروخا على قاعدة عسكرية تابعة لها من أجل منع البيروقراطيين العسكريين من أخذ أي محتجزين هناك العديد من الشهادات التي تتداول الآن بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية التي أجرت استقصاء وقالت إنه كانت هناك مروحية أباتشي قامت بإطلاق النار على أولئك الذين كانوا في حفل موسيقي في غلاف غزة وقتلت بعضهم ماكس هذه الحقائق التي تتحدث عنها ما الذي قد تعنيه بالنسبة للمحتجزين لدى حركة حماس؟ يعني اليوم هؤلاء هم نجون من لربما القصف الذي كان يطال المدنيين كما تقول يعني هم بطبيعة الحال شهود عيان لما حصل يعني باستطاعاتهم أيضا أن يرووا ما شهدوه في السابع من أكتوبر هل ترى فعليا أنه قد يكون من مصلحة إسرائيل أن تطلق صراحة أولاء الأشخاص؟ الجمهور الإسرائيلي مهتم أكثر بانتقام دموي في قطاع غزة أكثر من اهتمامهم باسترجاع المحتجزين الأسر تريدهم أن يعودوا وجزء من المحتجين الذين يريدون وقفا لإطلاق النار أو هدنة من أجل التفاوض على إطلاقهم لكن الغالبية العظمى من إسرائيليين يعتقدون أن هولوكوست الثانية وقعت في السابع من أكتوبر وبالتالي فهم يحللون بشكل أعمى ويريدون رؤية غزة تدمر بشكل كامل وأن يقضى على السكان أو يقادون إلى مصر والكثيرون يعتقدون ذلك لهذا ليس هناك أي سبب يجعلنا نعتقد أن بنية من نتنياهو أو رئيس هي أتل أركان سيوقف هذه العملية التي فيها الكثير من الدمار كل مكان أعرفه في مدينة غزة تدمر وبالتالي هم سيواصلون هذه العملية من هذا المنظور وأعتقد أن هذا مثير للحزن والكعابة لأنه كان يمكن أن تحل قضية المحتجزين لكن ليس في ظل الظروف السياسية الحالية أو بالنظر إلى الأيديولوجية الصهيونية التي يسترشد بها صناع القرار الإسرائيليون الحاليون والذين يريدون أن يعزلوا بشكل أبدي غزة ولذلك أنا أخشى ما سيحصل لهؤلاء المحتجزين تحت القيادة الحالية أود أن أشكرك على حضورك معنا وعلى تلبية هذه الدعوة ماكس بلومنتل الصحفي الأمريكي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك